هذا اليوم إخواني يوم عظيم كان البعض أمس وأول أمس وحتى اليوم البعض كانوا شوية وكانوا يائس ما شافوش الناس خرجت تقاطع بقوة مظاهرات احتجاجات لا صحيح الأصل في الأشياء هي المسيرات صحيح الأصل في الأشياء هي المقاومة السلمية المواجهة سلميا هذا الأصل في الأشياء لكن الشعوب أحيانا لها طرقها وإذا كانت منطقة القبيل تزعمت وبجدارة الموقف هذه المرة بشكل خاص فإن مناطق أخرى لديها نفس الإحساس ونفس الشعور ربما اختلقت قضايا التنظيم من جهة وربما أشياء أخرى تعود لماضي ليس بالبعيد فبعض المناطق كانت فيها المجازر في التسعينات بشيء مرعب خاصة الوسط والغرب وجزء من الشرق وجزء من الجنوب إذن وأي منطقة تتزعم الأمر هي فخر للجزائر والجزائريين إذا تزعمت قسنطينة أو عنابة إذا تزعمت تيزيوزو أو بجايا وهران أو مستغانم لغواط أو ورقلة كلها جزائريين كلهم جزائريين وكلهم يهدفون إلى شيء واحد قيام دولة مدنية دولة العدل والحق والقانون ونهاية حكم الوساية حكم العسكر الفاشل الرديء الخائن الآن يريد أن يرسل أبناء الشعب الجزائري إلى الموت صفعة شديدة قوية حتى لو ضخمت وقلت 30% هذا يعنينا 70% قاطع كانوا يريدون من هذا من تمرير هذا الدستور دستور الاستعمار دستور العار دستور الخيانة أن يضربوا الانتخاب السيء من 12-12 قالوا أنها النسبة وصلت 39% نحن نعرف أن هذا ليس صحيح لكن حتى بالنسبة اللي نفخوها وضخموها قالوا 39% ثم قالوا أن أكثر من مليون ومئتين ألف كانت ورقة بيضاء بمعنى أن في الحقيقة فقط أقل من 34% أو في حدود 34% بنسبة هم اللي انتخبت ونحن عارفين أن هذه النسبة كان مضربة في ثلاثة أيضا هذه المرة لن يصلوا حتى إلى 30% لو جئنا في أي دولة ولو دولة جمهورية الموز لريبيبليك برانيار لو جئنا في أي واحدة منها لكان استقالت الحكومة واستقال الرئيس واستقالت العصابة كلها ورحت الشعب رفضكم انفختوا اللي يسموه شرفي هذا الشيخ الهرم الذي لا يخشى لا التاريخ ولا الله ولا الناس يدي 3650 ألف للنهار هو من معه من عصابات تعلي سموه مكان الانتخابات هذا قاعد يقول لهم فقط روحوا انتخبوا كل يوم يتكلم اليوم قال لهم ما عليش ما كاش ورقة الانتخاب روحوا فقط بالبلاكارت ناسيونال أو بالباسفور أو بالبيرمي كل هذا ما مشاتش لا شيء الشعب عرفكم هو بقوة والشعب عرف قوته في 22 فبراير فما فوق انه يستطيع نعم يستطيع حتى وان واجه كمشة من الجنيرالات من كبار المجرمين وليتحولوا مع الوقت لكبار المفسدين وكبار الخوانة جنيرالات السكر وجنيرالات الحديد وجنيرالات القهوة وجنيرالات الحليب وجنيرالات الكوكاين وجنيرالات كول دائما نتكلم على ربما ربع والنسبة العدد من المتاع الخمسمائة اللي بتورطيه والاخرين في الغالب حشيشها طالبا معيشها يضربوا في الخمسين مليون والخمسة واربعين مليون وكل واحد شحال يديه في تقريب وهكذا وكأن الأمر لا يعنيهم الحمد لله على هذا اليوم اللي إن شاء الله تكون بعده أيام وهذه الأيام هي تبونهم على أبواب أن يهلك وكلنا كلنا هالكون كلنا هالكون كلنا سنموت